ازايكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة هنرسم رسمة حلوة خالص استنوني هرجع لكم بالتفاصيل بس ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل لايك وشيل الفيديو سب لي كومنتو من كومنتاكو بتساعدني وفعلوا الجرس عشان يوصلكو كل جديد رجعت لكم تاني النهاردة هنرسم مع بعض 3 اهرامات طبعا كلنا بنيجي نرسم الاهرامات بنعمل كده 3 مسلسات جنب بعض وخلاص ونلونهم باللون الاصفر لا احنا كبرنا بقى وعادي نتعلم حق احسن من كده وصح عن كده شوية طب ايه هو الاحسن من كده هنعمل برضو مسلس بس هنيجي من فوق ونعمله جزء تاني اللي هو اللي هقومت بتاعه او الجنب بتاعه ونرسم الاهرام اللي بعده اصغر منه شوية وبردو نعمله الجنب بتاعه وبعد كده الصغير ونعمله الجنب بتاعه وهنبدأ بقى نعمل الرملة او السحرة اللي حواليه بطريقة دي بطريقة عشوائية مش هنعمل خط مستقيم كده وبس لا هنعمل زي خطوط عشوائية طب هنسيب كده بس لا احنا هنبدأ نعمل ايه هنبدأ نعمل زي الحجارة اللي في الهرم انا مش هرسم حجر حجر انا هعمل ايه اجزاء كده بس بسيطة باينة كل هرم كده نعمل اجزاء بسيطة او حجارة بسيطة كده متفرقة يعني لما بنيك نعمل بقى الجنب بان هناخده بزاوية الفوق شوائي وهنعمله طبعا اصغر لانه المفروض ابعد شوية من اللي احنا شايفينه قدامنا لو مش واضح قوي بالنسبة لكو هيبان كله واحنا بنتقل عليه او بنحبر وهنبدأ نعمل كل الاهرمات دي الباقية بنفس الطريقة كده زي ما عملت في طريقة تانية ان احنا بنقسم الاهرم كده عبارة عن خطوط بالعرض كله وبعد كان نبدأ نرسم الحجارة واحدة واحدة واللي فوقيها عكسها وهكذا الحاد ما نخلص العرم كل دي برضو طريقة مش وحشة بس انا بفضل الطريقة اللي احنا بنرسمها النهاردة احلى وشكلها طبيعي اكتر اهو طبعا ولو فيه في الجنب كده هنعمله برضو الخط ماي اللي فوق ونبدأ نعمل الحجارة اصغر شوية وبردو طلع الفوق كده زي ما تحبوا حابين تعملوها بطريقة دي ماشي حابين تعملوها بطريقة اللي انا بعملها في الفيديو بتاع النهاردة مفيش مشكلة متكسة متكسة لاجمي المبي مستمر كم متكسة الPP انا هكتفي بالجزء اللي انا عملت ده والباقي هكمله في التحبير انا مش حابة يبقوا الهرامات بس لوحدهم كده فهنرسم اكتر حاجة بتبقى موجودها في الهرام الجميل هنرسم مع بعض جمل خطوة خطوة بالراحة خالص وحاولوا اوضحوا لكم على قد ما اقدر امشوا معايا بس بالتفصيل وخطوة خطوة كده يبقى امالنا رأسه هنعمل بقى الرقبة انا طبعا حددت مكان وكل الاو زي ما انتم شفتوا كده بخط خفيف حاولوا تقلوك على قد ما اقدر عشان يبان معاكم او هنعمل رقبة وكده بتقى ميلة طبعا بيبقى عنده السنام او السنامين بس احنا هنا هنحط عليه الجزء اللي الناس بتقعد عليه في الهرام طبعا كل اللي بيروح الهرام بيركب الجمل او الحصان فهنعمل الجزء اللي الناس بتركب وتمسك فيه كده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده بعد كان نبدأ نعمل الرجلين بتاعته بسوا بسيطة خالص امشوا معايا بس بالراحة خالص واقفوا الفيديو لغا حد ما تعملوا الخطوة اللي انا عملتها وارجعوا شغاله تاني لحد ما تعملوا زي اللي معمول بالزبط وعلى مهلكه خالص طبعا فيه رجل بتبقى قدامنا كده الناحية اللي قدامنا وفيه رجل بتبقى وراء ونفس الكلام برضو الرجلين اللي قدام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما خلصنا خلص نبدأ بقى التحبير انا عايزة اقول لكم على حاجة هنا قبل ما نصرع الفيديو عايزة الخط بتاع الهرم واحنا بنعمله مايبقاش منتظم يعني يبقى خط متعوج شوية عشان يدينا طبيعية برضو اكتر مش عايزة خط كده مستقيم كأننا رسمينه بالمسطرة لا خط فيه ميول كده بيدينا تأثير الحجارة الموجودة وانه حاجة قديمة قوي زي ما انتم شايفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص كده حبرنا كله مسحنا الرصاص اللي مش عايزينه هنبدأ بمرحلة التلوين برضو بقول لك تاني اللي مشافش درس يلا نلون صح ممكن يشوفوا تاني وهنبدأ نلون انا هنا بسرع الفيديو انتو لونوا على مهلكو الموضوع بياخدوا وقت شوية بس عشان ما طولش عليكم في الفيديو انا بسرعه هدي مساحة دي كلها باللون الاسور وهبدأ ادي تغميق في اماكن معينة وبعد كده نلون بقى الجمل وهسيبكوا بقى مع التلوين لحد ما نخلص خالص اشتركوا في القناة 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 الحاجات اللي محتوطوها على الجمل دي الوان مهجة شوية تكسر كل الاسفرات والبنيات اللي موجودة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة